اشتركوا في القناة اكتر عن اضرار رسمنا على الصحة العامة والنفسية وكمان ازاي نخص بشكل صحي مع عضفتي المشرفاني بنوراني في الستوديو دكتور دينا ابو سعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتر دندون يا أمر حبيبة قلبي عامل ايه حبيبتي عامل ايه عظيمة الحمد لله يا حبيبة قلبي وحشاني جدا نوراني النهاردة روح قلبي تسليني يعني اهلاوي صريح طبعا اكيد اهلاوي صريح حبيبتي دندون طبعا موضوعات مهمة وبتفرق مع ناس كتير وحقيقي ما بقيتش دوقتي بس مع البنات والسيدات إلا ان كمان بعض الرجال بتضيقهم موضوع السمنة وبقى يأثر على نفسيته بيبقى شاب صغير ممكن بنت ترفض ترتبط به مجرد ان هو مليان او تخين او كده طبعا يعني عايزين نتناقش في الموضوع ده ببساطة لأول ونقول كده ايه ازاي يعني نقول ان الشخص ده بيعاني من سمنة وامتى يبقى فيه ألرم كده ينوره ويقوله خلي بالك ومفوز يعمل ايه بس بس يا عظيمة هي السمنة يعني مشكلة كبيرة جدا بتوصل لشريحة كبيرة جدا من المجتمع بتلاقي حتى دلوقتي الشباب والاطفال عندهم سمنة وانا بقول دي جريمة ان الاقي طفل عنده سمنة يعني لازم الاباء والامهات يركزوا في طريقة اكلهم لان عندي حاجات كتيرة جدا بتقدي الى سمنة طبعا لقم واحد اكيد زي ما احنا عارفين سمنة مطبخ يعني ده ان انا هاكل كتير سكريات كتير نشويات كتير ما بتمرنش ما بتحركش فكمية الصعرات الحرية اللي باخدها اكتر من معدل حرقي فطبيعي ان انا هدخل بس مش بس اكيد ده ان الاكل هو اللي بيقدي سمنة انا عندي حاجات وراسية اسلوب الحياة برضو كمان اسلوب الحياة طبعا والجينات احيان بتبقى ورازة وبعض الامراض زي قصور في الغدة الدرقية زي مشاكل في القلب مشاكل في الكلا السترس طول الوقت الاجهاد والسترس ده بيعمل سمنة لانه بيعليلي معدل الادرنالين وبيعليلي معدل الكورتيزول كمية الاكل السكريات والناشويات اللي منخلها انت بتعلي الانسولين جا وبقول لكم خلوا بلكم من كمية الانسولين انا بيعلي الانسولين الانسولين هو هرمون المسؤول عن تخزين الدهون في الخلاية أيوه لماذا الانسولين بيعلى لان خطر جدا ان السكر يفضل في الدم السكر ده سمنو يفضل في الدم وبيعاليلي الانسولين كتير جدا عشان ياخذ السكر يدخل لاتخلايه عشان تعليلي talked بعد فترة المستقبلات الإنسولين في الخلايا مش هتخلي الإنسولين يدخل فهي يفضل السكر عالي في الدم والإنسولين عالي في الدم دي كارسة طيب أقول إيه كلايف ستايل أن أنا أقدر أن أنا أخس مثلا أولا لازم أنام كويس قوي دي أول حاجة لازم أشرب مية كويس جدا مفيش حاجة اسمها أصلي بانس أشرب مية حطوا المية جنبكم أنا عادة في الستوديو أحط المية جنبي أعادة في الشركة أشتغل أحط المية جنبي أعادة في المحضلة أحط في العربية إزاز المية مفيش حاجة اسمها أستبدل المية بحاجة أو أنسى أشرب مية مفيش بديل عنها المية لا يمكن طيب إزاي أقدر وطبعا الإقلاع للتدخين ونقلل التوتر وممارسة الرياضة وناكل أكل صحي تمام ونقلل السكرين ومعيد مظبوطة يعني واجبات تبقى مظبوطة ونفتر ونفتر يقول لك أنا عايزة خس أنا هصحة من النوم مفترش خالص ده هيقللي معادل الحر أفتر حاجات قليلة الدسم يعني البيض المسلوق حلو لو أنا عندي مثلا كوليسترول ممكن أشير صفار واحدة وأكل تلاتة بياض مثلا هتجبنا أريش هتجبنا أريش بالزرح الحاجات دي هتعليلي جدا معادل الحر والأكلة الدسمة بلاش بالليل قبل أن بلاش أكل بالليل ونام ده مهم أكل قبل ما نام على الأقل مثلا بتلاتة ساعة كويس أوكي طيب إزاي أعرف أن أنا عندي سمنة لو بالشكل الطبيعي لما باجي ألبس ألاقي اللبس ده علي أكيد سمنة مثلا أنا زدت في الوزن شوية لو هتكلم مثلا على الخواتم اللي ملبسها ما بقتش تدخل أوكي لأ قولنا يا دينا مثلا حاجة نقدر نحسبها بالبيئم أسأل كتلة الكتلة الجسم طيب بادي ماس بي ام اي سوري طيب كتلة الجسم دي بحسبها ازاي الوزن بتاعي على مربع طولي بالمتر مش بالسنتي يعني لو أنا مثلا 160 160 سنتي يبقى 160 1.6 مش 160 يبقى أنا مربع طولي وزني على مربع طولي بالمتر لو الرقم طلع أقل من 18.5 فأنا دخلة في نحافة لازم أتخمي لازم أشوف هعرف هزود طول ما هو أقل من 25 طول ما هو أقل من 18.5 بس كمال فيه بيو صورة 25 يبقى كوي بالنسبة لطولهم بالنسبة لطولهم لغاية 25 أنا تمام من 25 ل30 أنا أوفر ويت بس مش خطر زيادك شوية قليل بس مش خطر لأن أنا بعد ما بعدي 35 دخلت الاربعين دي اسمها سمنة مفرطة تؤدي إلى مشاكل صحية رهيبة من ضغط من سكر من مقاومة الإنسلين تعلى من نسبة الكوليسترول العالية نسبة الدهون في الدمس ويتبقى في مععوبة قوي نحن نعلي كل حاجات دي والتهاب في المفاصل والربع يعني مثلا وطول الوقت أي حد بيروح لدكتور ضغط دكتور سكر دكتور خس الأول وبتلاقي بنات في سن صغير بيتأخروا شوية في الحمل لأن السمنة بتعمل تكاييسات على المضايد وبتقلل نسبة الاستروجين هرمون الخصوبة عند الست فبيأخر الحمل فلازم نعرف أن احنا لازم كل الناس اللي بتتفرج علينا تعرف أن السمنة بيتشكل خطر كبير على الصحة الجسدية وبعد كده الصحة النفسية يعني الصحة النفسية لأي ست مهمة يعني إيه بنت عايزة تخرج مع صحابها وتلاقي صحابها كلهم جسمهم حل وهي لا أنا مش عايزة أزهر بتبتدي تحوط نفسها لوحدها بتبتدي ما تقدرش أنها لا تروح شغلها أو تروح تنزل في مجتمعات تقول لك لا أنا مش عارفة ألبس ده بيؤدي لاتر اون إلى ديبريشن وقتها فده لازم يتحط أن موضوع السمنة مش الموضوع يعادي أنا تخينها فأعادي موضوع لأنتي بتوصلي لليفل معين لازم نخس طيب بما أن في ناس كتير بتبقى قلقانة من أنها تأخذ حاجات وتبقى دايما قلقانة بما أن يعني في حاجات كويسة وفي حاجات مش كويسة طبعا خلينا نتكلم في الأمان الحاجات التي ترشحيها هنا آمنة من خلال برنامجنا في مهارات عظيمة وحاجة محترمة وحاجة تجربت وحاجة ناس جربتها وبالفعل بتأثرش على المخ ولا بتأثر على حاجة يا حاجة بتاخدها كده صحية كلمينا بقى النهار دعنا من أأمن المنتجات أو المكملات الغذائية اللي بتقدر تعمل كذا حاجة هتخسسني هتتحكم في معدل الشبع هتقلل الشراها بتاعتي بتاعت الأكل وتحرق لي الدهون والنشوات وما بتشتغلش على المخ دي أهم حاجة دي أهم حاجة ومرقصة من وزارة الصحة المصرية هو بيستا بيستا من أقوى المكملات الغذائية اللي نزلت ما هو توفر في السعيدليات طبعا وموجود في السوق المصري من أقوى المكملات الغذائية ليه لأنه مصدر غني بالألياف على طول منقول عايزين نخس كله ألياف كتير الألياف من أهم الألياف اللي موجودة داخل بيستا الشوفان والسليم وردة الأمح بيستا عبارة عن ساشتس كياس طعمها حلو قوي بتاعم التفاح اللي عنده شراها في الأكل بالنسبة للست أو الراجل بيأخذوا الكيس ده يدوبوه على كوباية مية كبيرة ويشربوها قبل الأكل بنص ساعة هتا هيعمل إيه بيستا الألياف اللي فيها تنزل المعدة وتبتدي تاخد حيز كبير بتمتص المية وتاخد حيز كبير فلو أنا أجعانة جدا ومركزة أن أنا أخلص الطبق ده كله باخد بيستا عشان أنا مش عايزة أكل كتير زيادة عن المعدة الحرق بتاعي باخد بيستا قبل الأكل بنص ساعة هلاقي أن أنا باكل ربع الكمية اللي أنا باكلها بلاس أن أنا بفضل شبعانة على الأقل أربع ساعات على الأقل لأن رادة الأمح ما بتتهضمش بسرعة تاخد وقت فطول الوقت بحيث أنها بشبعية الألياف دي بتعمل إيه بلاس أن أنا عندي كروميوم داخل بيستا بيزبط لي نسبة الدم الكوليسترول في الدم بيزبط لي نسبة السكر في الدم عندي الكروميوم كمان وردة الأمح بتزبط لي عملية الهضم وحركة عشان كده أحيانا بعض الناس اللي عندهم إمساك بيحبوا ياخدوا بيستا لأنه بتسهل معهم عملية الإخراج جدا كويس بيستا مرخص من وزارة السحة موجود في السيدليات وموجود عن طريق الشركة بايو ناتشرل الأرقامها ظهرة على الشاشة وليهم صفحة بايو بيستا برضو اللي عايز يدخل ويشوف المنتج ويقرأ عنه أكيد المعدل المصرح به من 2 ساشط ماكسيمم 3 ساشط في اليوم لو أنا بفتر في طرق خفيف أنا مش محتاجة أكل بيستا بيستا مهم قوي لو باكل أكلة تقيلة وبعض الناس بتلاقي بالليل أنت عارفها تلفزيون وفيلم طول وقت فإزاي قدر أقلل أننا حتى بليل أخذ ساشط حتى لو ما يتعش لا يرم رمش مقنن مقنن وبلاش الرمرامة تمام نستكمل يا دكتور زين نحن قلنا نحن خلاص ناخد ممكن يبقى على 3 وجبات أو ناخده 3 مرات لو حاسنين أن المعدة مش قادرين هناخد 2 صح طيب أصحاب الأمراض المزمنة قلبه الكوليسترول والسكر والناس دي بيست آمن وبنصح برضو مع أي دكتور من أصحاب الأمراض المزمنة أكيد كمان يستشير الطبيب بس هو من ألاحية الأمن فهو آمن ومرخص عايز يستشير الطبيب ما عنديش أي مانع بالعكس ما فيش أي مشكلة كويس جدا وبالنسبة للأطفال احنا اتفقنا من سن 13 بسن البلوغ كويس جدا طيب معنا أي فندم آه طيب احنا بصي بقى دكتور دين قبل ما ندخل على ألبا مرات بيت عشان برضو ده مهم فيها نتكلم على شرية نقطة مهمة أوكي هناخد بس تقرير لأستاذ إبراهيم نشوف أخباره إيه وإطارة تجربته إيه كانت مع بيستا نشوف كده ونرجع نستكمل مع حضراتكم بقية الفقرة احكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي سعادتك تخص اسمي إبراهيم محمد إمام عندي 27 سنة كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85 قبل ما خصي كنت بقى عني من حاجات كتير من ضمنها أن أنا ما كنتش باع فالبس كويس كنتش عارف بمارس الرياضة اللي أنا بحبها اللي هي الكورة كان عندي صعوبة في طلع السلم كان عندي صعوبة في مظهر العام قدام الناس الحقيقة ما كانش فيها أي حاجة محروم منها وأنا بستخدم بيستا بالعكس أنا كنت باكل كل اللي أنا عايزه بس بكميات قليلة بعد ما استخدمت بيستا بصراحة الموضوع اختلف معي جدا كنت باستخدم بيستا قبل الأكل بنصف ساعة يوميا ما كانش عندي أي مشكلة مع الجوع لأنه ما كانش بيحسسني أن أنا جعان خالص لغير أن طعمه كان حلو جدا كان بطعم التفاح فأكيني بالزبط كنت بشرة وعصيرة بعد ما خصيت بصراحة الموضوع اختلف معي ما بقيتش عندي أي معاناة في أي حاجة ولا في اللبس ولا في الحركة بعمل اللي أنا عايزه وباكل اللي أنا عايزه الحقيقة بحب أنصح الناس أنهم يستخدموا بيستا رجعنا من حضراتكم بعد ما شفنا التقرير طبعا أنا شايفة هو شاب وصنو صغير عرغم من ما كنت شايفة أنا يمكن لما شفت التقرير ده قبل كده قلت أنه جسمه مش باين عليه إلا لما شفت الفرق أيوة حسيت يعني حسيت أنه لا ده إيه ده فرق فعلا في جسمه طبعا دي حاجة جميلة طيب الناس اللي عايزة تحافظ أنا ذاتي وصلت للوزن اللي أنا عايزه وعايزة أحافظ هل في مشكلة أن أنا أستمر على بيستا ما فيش أي مشكلة عشان أحافظ على وزني أن أنا أستمر على بيستا لو أنت عارفة بعد فترة لما منيجي بيستا بتقلل الأكل فأورادي معادتك بتصغر شوية فلو أنا حاسة أن أنا لأ هاكل النهاردة أو whatever ممكن أخذ ساشط في اليوم عشان الحفاظ بس على الوزن طيب ندخل بقى على ألبا مالتي فيت علشان نقول أن الشركة مقدمة كورس متكامل ولنا بس كلمين عن ألبا مالتي فيت اللي بيميزه كمكمل غزائي عن المكملات الغزائية اللي احنا دايما ممكن نشوفها في الصيدة الألبا مالتي فيت عبارة عن مجموعة فيتامينات ومعادن موجودة داخل ألبا مالتي فيت أكثر من 13 فيتامين ومينرال ألبا مالتي فيت مهمة قوي كمان يتاخد سواء الناس اللي عايزة تخس فبتاخد بيستا أو الناس اللي ما بتاخدش بيستا ومش عايزة تخس محتاجة الفيتامينز كمان فألبا مالتي فيت بيحتوي على الزنك المهم جدا للمناعة المهم جدا لكل العاملات الحيوية في الجسم المهم جدا للشعر مهم للبشرة مهم للضوافر ألبا مالتي فيت بيحتوي على فيتامين سي نسيت أقول أن بيستا كمان بيحتوي على فيتامين سي وألبا مالتي فيت يحتوي على فيتامين سي المخصص لزيادة المناعة وحرق الدهون على فكرة حتى الدراسات الأخيرة عن فيتامين سي أثبتوا أن فيتامين سي يقدر يعليلي معدل حرق الدهون عندي داخل ألف مولتي فيت اللي بيميز ألف مولتي فيت جداً فيتامين بي كومبلكس كل عائلة فيتامين بي دي ميزة طبعا ميزة جميلة لأنها مش موجودة في كل المالتي فيتامين الكوبالمين موجود الفوليك أسد موجود البيوتين المهم جدا طبعا فيتامين بي ده مهم جدا لصحة أعصابنا والكوبالمين لتكوين كورات الدم الحمراء مهم جدا فيتامين بي لدعم التمثيل الغذائي وأنه يقدر يحول الأكل اللي بنكله إلى طاقة بوجود فيتامين بي فيتامين سي داخل ألف مولتي فيت المهم جدا لعدد امتصاص الحديد مع المناعة وحرق الدهون والفوليك أسد وطبعا عندي أنتي أكسدنس ومضاد الأكسادة زي فيتامين إي رائع لأن فيتامين إي أقوى مضاد أكسادة موجود وأكيد عندي الكابرن حاس المهم جدا كأنتي ايجنج فألف مولتي فيت اللي هيخسوا ويحسوا مشعرهم بيقع اللي هيحسوا أن بشرتهم شحبة أو أكيد لازم ياخدوا معا الكورس ألف مولتي فيت عشان يعوض نقص الفيتامينات اللي عندها أو عنده هاي طبعا أنا بصي مبسوطة بيه لأنه إحنا في العادي سواء بقى يعني في حياتنا العادية أطفال كبار يقدروا يستخدموا ألف مولتي فيت صح كده؟ ألبي مولتي فيت أول سواحد في كل معظم البعض وأرجع أقول له أنه مصرح من هيئة سلامة الغذاء وموجود في سلسلة سيدلات كبيرة أقول لنا بقى لاسر في المحافظات يحصل عليه إزاي دا اللي عايز يحصل على ألبي مولتي فيت موجودين في السيدليات لكن ممكن اللي عايز ياخد بقى بيستة مع ألبي مولتي فيت ممكن يكون بيستة موجود في سيدلية وقلب مولتي فيت موجود في سيدلية أخرى لكن إزاي نقدر ناخد الكورس على بعضه من خلال الأرقام اللي ظهر على الشاشة بنوصل لحد باب البيت سؤال الأخير جاوبين يعني بسرعة من شيرين أمجد بتقول أنا ماشي على نظام السيام المتقطع كنت عاوزة أعرفين فأستخدم بيستة معي ولا لأ وأخذه إمبر باخد بيستة قبل الأكلة التقيلة الرئيسية ومعنديش أي مشكلة مع السيام المتقطع مفيش مشكلة خالص طيب تمام جدا طيب كريم ابني عنده 17 سنة دي أم كريم عفوا ووزنه 85 كيلو ينفع يستخدم بيستة طبعا ينفع جدا يستخدم بيستة مفيش أي مشكلة بياخد ثلاثة ساشت في اليوم أو على الأقل اتنين ساشت قبل الغدا بنص ساعة وقبل العاشر لأنه ممكن يكون هو بيحب يتعشى ويتدعمه بقى بحاجات صحية علشان هو لسه يعني 17 برضو لسه صغير ياخد قلب مالتي فيت كمان مالتي فيتامين زيبة مهم ليه مالتي فيتامين أو القلب مالتي فيت بياخد قرص واحد بس بعد الأكل بساعة على كوباية ما يبقير هاي التسلمين يا دول والله بجد وشكرا نانسي بتجاوبي على يعني أسئلة مشاهدينا طبعا أنا بشكر حضراتكو وطبعا كل من مشاهدينا الكرام بيتابع لسه لأول مرة وبيتعرف لسه على المنتجات اللي بتقول لنا عنها دكتور دينا يعني أتمنى يا رب انها تكون وضحت بالنسبة لكم طبعا اسمحولي أشكر دفتي اللي شرفتني ونورتني النهاردة في الستودي دكتور دينا أبو الصعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشار نورتيني حبيبتي مسيح عظيمة دايما منورة معي وموجودة معي دايما حبيبتي وبشكر حضراتكو جدا على حصن المتابعة وأتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوف حضراتكم من هنا الحلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة و سلام عليكم